بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة رحبوا بكم في درسنا لهذا اليوم ودرسنا بعنوان الحركة والإحساس سنتعلم في درسنا لهذا اليوم بيان كيف يتكامل عمل الجهاز الهيكلي والعضلي معا للقيام بالحركة أيضا سنبين كيف يعمل الجهاز العصبي مع جهاز الغدد الصماء بالإضافة إلى ذلك سنوضح أهمية المحافظة على الصحة الشخصية أنظروا وأتساءل يستطيع طائر الببغاء الطيران مسافة تزيد على 700 كيلو متر يوميا للبحث عن الغذاء فما الذي يحرك أجنحة هذا الببغاء؟ الجواب هو أن العضلات هي التي تحرك الأجنحة عمل الجهاز الهيكلي مع الجهاز العضلي في أثناء الحركة يتكون الجهاز الهيكلي من العظام والأوتار والأربطة للعظام في الجهاز الهيكلي وظيفتان رئيسيتان هناك وظيفتان للعظام في الجهاز الهيكلي الوظيفة الأولى تحمي بعض الأعضاء الطرية في الجسم فالوظيفة الأولى هي حماية بعض الأعضاء الطرية في الجسم فمثلاً القفص الصدري يحمي القلب والرئتين والعظام نسيج حي خفيف وقوي فالجمجمة مثلاً قاسية جداً صلبة لكي تحمي الدماغ الحساس من الإصابة وفي الوقت نفسه فإن الجمجمة خفيفة الوزن لكي يسهل إبقاء الرأس منتصباً فلو كانت الجمجمة ثقيلة سيكون من الصعب إبقاء الرأس منتصب وسيكون الرأس ثقيلاً جداً أما الوظيفة الثانية للعظام فهي توفير هيكل صلب للجسم ليعطيه هيئته وليساعده على الحركة وعلى الرغم من أن العظام تتحرك بسهولة إلا أنها لا تتحرك وحدها ومصدر القوة الذي ينتج الحركة هو الجهاز العضلي وسنتعرف على الجهاز الآن ترتبط العضلات الهيكلية مع العظام بوساطة أوتار مرنة قوية فعندما تنقبض العضلات تتحرك العظام والعضلات التي تسبب الحركة تعمل في أزواج أو مجموعات متقابلة فعندما يركض الإنسان ترسل أوامر أو تعليمات على شكل إشارات كهربائية من الدماغ إلى العضلات في رجليه لتنقبض تقوم العضلات المنقبضة بسحب الوتر الذي يحرك عظم الرجل فيسحبها إلى أعلى وتكون العضلة المقابلة لها منبسطة فعندما تنقبض هذه العضلة العضلة المقابلة لها تكون منبسطة عندما تتبادل العضلاتان وضع الإنقباض والإنبساط فتدفع الرجل وترجعها إلى أسفل وتستمر هذه العملية ما دام الإنسان يركض إنقباض، إنبساط، إنقباض، إنبساط لكي تستمر هذه الحركة وتقوم كل عضلة بوظيفة واحدة فقط فالعضلات التي تقوم بعملية السحب لا تقوم بعملية الدفع أبدا فلها مهمة واحدة فقط هي السحب والعكس صحيح نجيب الآن عن الأسئلة التالية أي الأجهزة الآتية يوفر القوة اللازمة لتحريك الجسم؟ هل هو الجهاز العضلي؟ أم الجهاز العصبي؟ أم جهاز الدوران؟ ما هو الجهاز الذي يوفر القوة للحركة؟ طبعا هو الجهاز العضلي السؤال الثاني ماذا يحدث لعضلات الإنسان عندما يركض؟ عندما يركض الإنسان ماذا يحدث لعضلاته؟ عندما يركض الإنسان تصل إشارات عصبية إلى العضلات في أرجله لتنقبض فتقوم العضلات المنقبضة بسحب الوتار الذي يحرك عظم الرجل إلى أعلى وتنبسط عضلة أخرى لتسحب العضلة إلى أسفل وتستمر هذه العملية مادام الإنسان يركض عملية الإنبساط والإنقباض فكر معي في السؤال الثالث العضلات التي تحرك أصابعك موجودة في ذراعك فكيف تستطيع أصابعك أن تتحرك؟ هناك عضلات في ذراعك تحرك أصابعك فكيف تستطيع هذه الأصابع أن تتحرك؟ الجواب هو تتصل العضلات مع العظام بالأوتار كما ذكرنا أن هذه الأوتار توصل بين العضلات والعظام لذلك تستطيع أصابعي أن تتحرك بسبب توصيل اتصال هذه الأوتار السؤال الرابع تخيل أنه لا يوجد الجهاز الهيكلي للإنسان ماذا تتوقع أن يحدث؟ ماذا سيحدث للإنسان لو كان بدون العظام بدون جهاز هيكلي؟ الجهاز الهيكلي كما ذكرنا يشكل دعام للجسم ويعطي للجسم شكله ويحمي بعض الأعضاء الطرية في الجسم فعدم وجوده يعني أنه ليس للجسم شكل محدد والأعضاء اللينة ستكون معرضة للخطر لذلك الجهاز الهيكلي مهم جدا جدا في جسم الإنسان الآن ننتقل إلى عمل الجهاز العصبي مع جهاز الغدد الصماء كيف ينظم الجهاز العصبي عمل أجهزة الجسم الإنسان لمساعدته على التخلص من خطر يهدده أو من خطر يهدد حياته يرسل إشارات من العين للدماغ تفيد بوجود خطر الآن العين رأت الخطر فمن العين ترسل إشارات إلى الدماغ العين إلى الدماغ تفيد بوجود خطر ثم يرسل الدماغ أوامر تنقل إلى الحبل الشوكي في الوقت نفسه يفرز جهاز الغدد الصماء هرمون الأدرينالين وهو هرمون يسبب زيادة نبضات القلب وزيادة تدفق الدم إلى العضلات لأن العضلات الآن تحتاج الدم فيزيد الدم المتدفق إلى العضلات في الحبل الشوكي ترسل الخلال العصبية تعليمات إلى عضلات الأرجل لكي تقوم بالفرار والركب بالفرار من هذا الخطر تتحرك العضلات ويبدأ الإنسان بالركب فهنا مثال عن كيفية عمل الجهاز العصبي مع جهاز الغدد الصماء للتخلص من الخطر ذكرنا في البداية أن العين ترسل الإشارات إلى الدماغ ثم الدماغ يرسل الأوامر إلى الحبل الشوكي في هذا الوقت تقوم الغدد الصماء بإفراز هرمون الأدرينالين الذي يقوم بزيادة نبضات القلب لزيادة تدفق الدم إلى العضلات ثم الحبل الشوكي يرسل الأوامر إلى عضلات الأرجل بعد ذلك تقوم عضلات الأرجل بالحركة ويبدأ الإنسان بالركب يجتمل الجهاز العصبي في الفقاريات على الدماغ الحبل الشوكي الأعصاب وأعضاء الحس فكما نشاهد في هذا المخطط الحبل الشوكي يمرر المعلومات من الدماغ وإليه في صورة إشارات كهربائية عصبية والدماغ ينظم حركة العضلات ويفسر المعلومات التي تصله من أعضاء الحس ويتحكم في وظائف أعضاء الجسم أما الأعصاب فترسل معلومات من أجهزة الجسم المختلفة إلى الدماغ أما بالنسبة للغدتان الكاظريتان فهي تقع فوق الكلوتين وتفرزان هرمون الأدرينالين كما ذكرنا سابقا وتهيئان الجسم لحالات الطوارئ والإجهاد يعمل الجهاز العصبي مع جهاز الغدد الصماء الذي يفرز الهرمونات ما هي الهرمونات؟ الهرمونات هي مواد كيميائية تفرز في الدم مباشرة وتغير انشطة الجسم تكامل عمل أجهزة جسم الإنسان معا ذكرنا في هذا الدرس وفي الدروس الماضية بعض أجهزة جسم الإنسان وكيف أنها أجهزة مهمة فالآن سنشاهد كيف أن هذه الأجهزة تتكامل مع بعضها البعض في جسم الإنسان فالجهاز العضلي يعمل على حركة الجسم لتنتج عنه انقباضات وانبساطات العضلات لكي يتحرك الجسم والجهاز الهيكلي يقوم بدعم الجسم ويعطيه شكلا خاصا به ويحمي العديد من الأعضاء الطرية الداخلية للجسم ومنها القلب والرئتين والدماغ أما الجهاز الهضمي فهو مسؤول عن هضم الطعام وامتصاصه ويساعده على ذلك أعضاء أخرى منها الكبد والبنكرياس والأوعية الدموية أما بالنسبة للجهاز التنفسي فإنه يزود الجسم بالأكسجين من خلال عملية الشهيق وإخراج ثاني أكسيد الكربون من خلال عملية الزفير وأيضا يخرج الماء مع غاز ثاني أكسيد الكربون أما بالنسبة لجهاز الدوران والجهاز الإخراجي فإنه ينقل الدم ويوزعه على جميع خلايا الجسم ويحمل إليها الغذاء والأكسجين ويخلصها من الفضلات ويتم التخلص من الفضلات عن طريق الجهاز الإخراجي مثل الجلد والكليتين وغيرها من أعضاء الجهاز الإخراجي أما بالنسبة للجهاز العصبي فهو ينظم جميع أنشطات الجسم سواء أكان الإنسان مستيقظا أم نائما نلاحظ أن هذه أجهزة الجسم في الإنسان متكاملة وكل جسم لديه وظيفة مهمة لا يستغني الجسم عنها وهي أجهزة متكاملة تعمل معا لهذا الجسم نجيب الآن عن الأسئلة التالية ماذا يطلق على الجهاز الذي يفرز الهرمونات؟ هل هو الجهاز العصبي؟ أم الجهاز العطلي؟ أم جهاز الغدد الصماء؟ أم الجهاز الهضمي؟ طبعا الإجابة هي الجهاز أو جهاز الغدد الصماء هو الذي يفرز الهرمونات في جسم الإنسان ماذا يحدث في الجهاز العصبي للصبي عندما يشاهد ثعلبا؟ نحاول أن نجيب عن هذا السؤال بالتلخيص الآن هناك صبي رأى ثعلبا أمامه هو في موضع خطر الآن فماذا يحدث؟ أولا ترسل إشارات عصبية من عيني الصبي إلى الدماغ الصبي رأى الثعلب فعينيه ترسل إشارات إلى الدماغ يقوم الدماغ بإرسال المعلومات التي تكون على شكل إشارات كهربائية عصبية تنتقل إلى الحبل الشوكي ومن الخلايا العصبية في الحبل الشوكي تنتقل إلى العضلات في الأرجل فتتحرك ليبدأ الصبي بالركض السؤال الثالث فكر معي ماذا يمكن أن يحدث إذا استغرقت الأوامر المرسلة من الدماغ إلى رجل الصبي مدة دقيقة واحدة لكي تنتقل أوامر من الدماغ إلى رجل الصبي لو استغرقت هذه المدة دقيقة كاملة ماذا سيحدث للصبي؟ لمدة دقيقة يستوعب أن يركض طبعا لا يتمكن الصبي من الهرب بسرعة وربما يقع في الخطر فعمل هذه الأجنسة مهم أن يكون متكامل وهو عمل سريع جدا ولا نلاحظ ملو هذه السرعة السؤال الرابع ما التغيرات التي تمر بها لقمة الطعام في الجهاز الهضمي للإنسان إذا تناول الإنسان لقمة فما هذه التغيرات التي ستحدث لهذه اللقمة في الجهاز الهضمي أولا يمضغ الإنسان الطعام ويهضمه جزئيا في الفم ثانيا يتم تحليله كيميائيا في المعدة بعد ذلك في الأمعاء الدقيقة يحدث المزيد من التحليل الكيميائي وامتصاص الطعام المهضوم وسراينه في الدم ففي الأمعاء الدقيقة يحصل الهضم كليا وفي الأمعاء الغليظة يعاد امتصاص الماء وإخراج فضلات المواد غير المهضومة السؤال الخامس فكر معي ماذا يحدث للعضلات لو لم تكن متصلة بأوتار مع العظام ذكرنا بأن الأوتار هي التي توصل العضلات بالعظام وهي قوية ومرنة ماذا لا يحدث لو لم يكن هناك اتصال بين العضلات والعظام طبعا تفقد العضلات قدرتها على تحريك العظام لأنه ليس هناك اتصال بينها وبين العظام فالأوتار مهمة جدا في حركة الجسم الآن سنتكلم عن الصحة الشخصية ذكرنا عمل هذه الأجهزة وكيف أن هذه الأجهزة مهمة ومن المهم جدا أن يحافظ الإنسان على صحته الشخصية لكي يحافظ على عمل هذه الأجهزة التي وهبها الله سبحانه وتعالى إياها أولا الصحة البدنية مهم جدا أن نحافظ على صحتنا البدنية بتناول الأغذية المتوازنة والطازجة وممارسة التمرينات الرياضية وأخذ قصد كافي من النوم من ثمان إلى تسع ساعات يوميا وتفادي التدخين والمواد الضارة والمحافظة على النظافة الشخصية ومراجعة الطبيب بصورة دورية ليحافظ الإنسان على صحته البدنية وأيضا الصحة العاطفية مهم جدا أن يعبر الإنسان عن مشاعره الإيجابية ومهم جدا أيضا أن يطلب المساعدة من الآخرين عند الحاجة أو عند الشعور بالحزن الصحة الروحية أحدد أهدافي في ضوء أولوياتي وقيم المجتمع وأيضا أطبق مبادئ الدين الإسلامي وأتحلى بالأخلاق الحميدة وأعمل في ضوء قيم المجتمع وأتعايش مع الآخرين لأحافظ على صحتي الروحية وأيضا بالنسبة للصحة الاجتماعية من المهم أن أحترم الآخرين وأن أبني علاقات داعمة مع الآخرين وأعبر عن حاجتي للآخرين لأحافظ على صحتي الاجتماعية أما بالنسبة للصحة العقلية فمن المهم أن أتحلى بقدر عالي من الثقة بالنفس وتقدير الذات وأستمتع بالتغير الإيجابي في حياتي وأن أكون شعورا إيجابيا تجاه ذاتي مما يجعلني أشعر بالارتياح والسعادة أما بالنسبة للصحة البيئية فمن المهم أن أشارك في برامج الحفاظ على الهواء والماء من التلوث أن أعمل على نظافة المكان الذي أعيش فيه أن أساهم في برامج تدوير المواد في المجتمع ومنها تدوير الأوراق والزجاج والألمنيوم والمنتجات الإلكترونية وأن أكون مستهلكا واعيا كانت هذه مجموعة من النصائح والتوجيهات للحفاظ على الصحة الشخصية من مختلف الجوانب فيجب على الإنسان أن لا يهمل نفسه وأن يحافظ على نفسه وعلى الآخرين باتباع هذه التعليمات نجيب الآن عن هذه الأسئلة الطفلة لجين تقوم بتمرينات رياضية صباحية صنف إلى أي أبعاد الصحة الشخصية ما تقوم به التمرينات الرياضية الصباحية تكون ضمن أي أبعاد الصحة الشخصية هل تكون ضمن الصحة العقلية أم الصحة الاجتماعية أم الصحة البدنية ما هو الجواب الصحيح نعم طبعا الإجابة الصحيحة هي الصحة البدنية فهي بذلك تحافظ على صحتها البدنية محسن محبوب لدى أصدقائه وتربطه علاقات جيدة معهم لذلك يمكن القول بأنه يتمتع به صحة عقلية أم صحة اجتماعية أم صحة بدنية هو محبوب ولديه علاقات طيبة مع أصدقائه هل لديه صحة عقلية جيدة أم صحة اجتماعية أم صحة بدنية يمكننا أن نقول أن لديه صحة اجتماعية جيدة أعزاء الطلبة كانت هذه نهاية درسنا لهذا اليوم أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم أشكركم على حسن استماعكم وانتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته